في بنات بتبعاتي كلنا مطولي مية وخمسين سنتيان هقبل فالكلية مش هقبل في اسئلة مفعش تتسئل يعني يعني ايه لابس ندارة مش يخش كلية نعلي الكلمة مش كده هل ممكن حدا ما يتقبلش في الكشف الطبي ويرجعوه يخش كلية تانية الفيديو ده بكل بساطة لكل طالب فاي كلية في مصر عايز يعرف اكتر عن الكشف الطبي بتاع النهاردة هيتكلم في مع بعض عن الكشف الطبي والموعيد بتاعته والكشف بيكون ازاي يا ترى ممكن الناس تتقبل ممكن حدا ما يتقبلش هنتكلم عن كل حاجة اللي علاقة بالكشف الطبي وموعيده فالفيديو بتاعنا النهاردة فيه معلومات مهمة جدا عشان كده لو انت امر تتفرج علي ما تنساش تعمل لايك الفيديو ده واشترك في القناة عشان نوصل مع بعض الخمسين الاف هم اشترك في ارباح السلام عليكم حبابنا شباب الكليات اخبركم يا رب تكونوا بخير فيديو دي من تاني معكم واخوكم زياد الحسري الفيديو بتاعنا النهاردة اطلب مني بشكل كبير جدا عايزين نتكلم عن الكشف الطبي نعرف اكتر طب انا واحد نظر ضعيف طب انا حد مسلا وزني زيت شوية انا مسلا كنت عامل عميلة كزا وانا صغير هل الحاجات دي كلها هتأثر عينها في الكشف الطبي طب عايزين اعرف اكتر عن وعيد الكشف الطبي حاجزي بيكون ازاي ما تلقاش خالص هنتكلم عن كل الحاجات دي في الفيديو بتاعنا النهاردة بس زي ما اتفاق ان لو انت وما تفرج عليها ما تنساش تشارك في القناة عشان انا متأكد انك هستفاد نبدأ الفيديو بتاعنا بمعلومة مهمة جدا يا طرق في كليات مالهاش كشف طبي الاجابة لا كل كليات مصر ليها كشف طبي كل الكليات وكل المعاهد في حد عملي كومنت من كم يوم بيسأل بيقول ان انا في كليات حقوق تقريبا جامعة القاهرة او مش فكرة جامعة ايه اه بيقول الكشف عندنا مش مهم لا انا بقول لكم وهو مهم يبقى اول حاجة لازم تكون عارفها كل الكليات ليها كشف طبي واكباري لازم تعملو انا حاجة عايز اقولها لك المعاهد بتاع الكشف الطبي بيكون امتى او بيكون ازاي او بيتحدد على اساس ايه او انت واحد بتفرج عليها مسلا بتقول لي قول لي يا زيان انا عايز اعرف الكشف الطبي بتاعي معدو امتى كل بساطة هقول لك ما اعرفش ليه ما اعرفش لان كل جامعة بتحط موعيد للكليات بتاعتها جامعة القاهرة مسلا ممكن تحدد وليكن اربع وخميس والسبت مسلا كلية طمريد وكلية اسار وكلية اسنان الفكرة ان كل الجامعات المصرية بتحدد كم يوم كده عشان الكليات بتاعتها يوم خصص مسلا لتجارة يوم لاداب ويوم لحقوق وممكن يكون فيه يوم فيه كلياتين عادي جدا يبقى عشان تعرف المعاد بتاعك لازم تتابع كويس جدا موقع الكليات بتاعك او موقع الجامعة عشان بينزل موعيد الكشف الطبي بس خد بالك قبعة تسمع لكلام اي حد لو حد ماشي كده بيقول لك انت كشف الطبي بتاعك في كلية طب بطري يوم كذا الساعة كذا قلو انت بتحك عليك لانه فعلا بيتحك عليك هو ما يعرفش المعاد امتى الشخص الوحيد او الجهة الوحيدة اللي بتكون عارفة موعيد الكشف الطبي هي الجامعة بتاعتك او الكليات بتاعتك عشان كده بقول لك لازم تتابع موقع الكليات وموقع الجامعة باستمرار عشان ما تعرف الموعيد بتروح فيها جالي كده كومنت على يوتيوب من فترة في ناس نزل الموعيد بتاعتها اصلا كشف الطبي واحنا جد لها يوم خمسة اكتوبر وفي ناس كمان جاء لها يوم خمسطاشر اكتوبر جاء لها بعد ما الدراسة تكون بدأ ناس كتير رجع وارا شوية او قلقوا بسبب الكشف الطب هيكون بعد الدراسة طب يا ترى نروح الدراسة اول يوم عادي ولا بعد ما نكشف ولا ايه بالظبط لinka ما تقلقاش خالص روح دراستك ما تقلقاش خالص روح كليتك فاول يوم واحد عشر عادي حتى لو انت اصلا كان مادة كشف الطب بتاعك يوم عشرين وعشر ما فيش مشكلة. الفكرة في التأخير ده ان انا زي ما قلت في بداية الفيديو ان كل جامعة بتبدأ تحط مواعيد للكليات وانت حظك ان كليتك او مسلا بيكون فيه اعداد كبارة جدا بتكشف وكليتك اتأخرت شوية فحطوها بعد الدراسة ما بدأت مفيش مشكلة خالص. ما اتفقنا ما تسمعش كلام حد يقولك كشف الطب بتاعك يوم كزا تابع موقع جامعاتك وكليتك وهتلاقي فيه كل المعيد. بيطار اقدم ازاي على الكشف الطبي او انا بقدم ورقة ولا بعمل ايه بالزبط انا هقولك انت بتعمل ايه. بنسبة فوق ال خمسة وتسعين في المية كل الجامعات المصرية بتقدم الكتروني. بتقدم الكتروني ازاي بان زي ما قلت هرجع الموقت اللي فاتت برضو بتتبع الموقع كليتك وبتعرف المعاد بتاعك وبينزلوا لينك كده فورم بتسجل فيه علشان تسحب استمار. طيب فلنفترض انك دلوات هي موقع الكلية بتاعتك. لقيت الفورم بتسجل فيها. قال لك كشف الطب بتاعك مسلا يوم وليكن تسعة وعشرين تسعة تمام? تظهر قدامك كده فورم او صيت معين. تبدو تسجل فيه بياناتك الاساسية اسمك وسنك ورقم البطاقة وكليتك. بس سواء ما جازا كده هي عبارة عن صيت او موقع بتقدم فيه بيانات اساسية. ما تلاش من اي حاجة خالص البيانات الاساسية دي انت تعرف تجيبها مفيش مشكلة اسمك سنك كليتك البطاقة. لو انت بتدخل معلومات اساسية كده في الاخر بتعمل سيف او حفظ وبعد كده بتطبعها تخدها سكرينشوت او بتبعها في المكتبة ويفضل تطبعها في المكتبة بتكون معاك كده اسمك استمارة الكشف الطبي. بمجرد ما بتنتهي من طباعة الاستمارة بتاعتك يبقى انت خلاص مؤهل انك تروح الكشف الطبي بتاعك في المعاد المحدد. ايب خلاص انا طبعت الاستمارة بتاعتي خدتها. رحت مسلا للمعاد بتاعي وليكن يوم عشرين تسعة. انا هروح اعمل ايه بالزبط والكشف هيكون ازاي? او هيكشف على ايه بالزبط? او ايه اللي باخدها معي? هم حاجة لازم تكون معاك في فترة مقبل الجامعة وكمان لحد شهرين تلاتة في بداية الترم الاول هي بطاقة الترشيح بتاعك. بطاقة الترشيح اللي بتكون انت مطلعها من الموقع بتاعك اللي بيكون كتب لك فيها انت التحقق بكلية كزا. طبعا كلها شفنا الورقة دي. فحنا بنتبعها وصورها بقى لقد ما تقدر. تخدها معاك في الكشف الطبي لان او ما بتدخل اصلا بيطلبوها منك. لو انت مين او انت في كلية ايه او جدك كلية ايه? طبعا الترشيح دي مهمة جدا جدا فاطبعها معاك. كمان اربع او خمس صور شخصية كده. كمان اربع او خمس صور بالبطاقة. خد معاك حوالي من متين لربعمائة جنيه لان فيه كليات بتعمل الكشف الطبي بتاعها مسلا من متين لربعمائة جنيه في كليات مش بتعمل الفلوس اصلا. بس خد معاك المبلغ ده احتياط. هيستعرف بالزبط وتاخد معاك كم? او تاخد معاك كم صورة من النسخ المطلوبة او كده كل ده هيكون موجودة على موقع كلية بتاعك. فلو انت دخلت هتلاقي المطلوب معاك في الكشف الطبي بتاخد معاك ايه? طيب تمام يا عم زياد انا خلاص خدت كل اوراق المطلوبة والاستمارة بتاعتي وبطاقة الترشيح انا خلاص دخلت هروح هكشف. في بعض الجامعات بتكشف مستشفى الطلبة او في مستشفى الجميع بتاعتهم. في جامعات تانية بتكشف مقر جامعة نفسها. ممكن يكون مستشفى الطلبة بعيد او من دوجش مستشفى للجامعة في كنانه ده انطبق على جامعة زي جامعة ضميات لسه المستشفى ما افتحتش فعشان كده بتكشف الجامعة نفسها يبقى. انا دخلت يا طرق هيكشف ايه بالزبط انت هتكشف على كذا حاجة. اول حاجة هتكشف نظرة هتكشف اسنان وهتكشف بطنة كمان وكمان هتحلل السكر وهتحلل الفيروس سي. سؤال مهم جدا الناس كتبت تسألو قال انا من اجابته هل ممكن حدا ما يتقبلش في الكشف الطبي ويرجعوه يخش كلية تانية? انا بقول لك بنسبة فوق التسعة وتسعين وتسعة من عشرة ما تجداش من حاجة وان شاء الله انت هتقبل في الكلية. طيب افهم من كده ان الكشف الطبي ده اختبار اي كلام او كده? لا هو مش اي كلام. بس اللي يورس الوصوله لك ان كشف الطبي ده حاجة روتينية. يعني يهيييie روتينييي. روتيني يعني لازم شغله على كده ان هو يتعمل وخلاص. فما تقبلش ان شاء الله كده 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 هتقبل في الكشف الطبي طيب في حالات ممكن ما تقبلش فيها في الكشف الطبي. Professor طبعا في حالات ممكن ما تقبلش فيها في الكشف الطبي. ينتكلم عنها ان شاء الله قدام. طيب انا خلاص دخلت للمستشفى او دخلت للمكان اللي هكشف فيه هعمل ايه بالزبط انت بكل بساطة هتدخل عدكتور البطنة كده هيكشف عليك بالسماعة بتاعته. هيسألك اسئلة عادية بيكون معا زي ورقة كده او استمارة انت كنت عامل عملية قبل كده بيسجل اه او لا يبهل ممكن يحصل لك اغمقات اه اي غيبوة ممكن تحصل لك. بياخد حاجة اسمها بتاعك او التاريخ المرض بتاعك لو انت عندك اي مشكلة قبل كده بيعرفها. فلو سألك مسلا انت عامل عمليات قبل كده من زمان او حاجة ممكن يسألك ايه نوع العملية دي فلو سألك بتعمل عملية وخلاص من زمان ممكن تقول لك ما عملتش عادي جدا. اما انت عملتها وما فيش فيها مشكلة خلاص وما لاش اي اثار جانبية او اي حاجة بتظهر بعدين او انا ما عملتش ما فيش اي مشكلة. بطنة وبيكونش بتخلص كشف البطنة وبيكون كشف بسيط جدا بعد كده بتدخل عا دكتور الاسنان بتكشف اسنان. عايز اقول لكم ان في نسبة بعتلي حاجات غريبة جدا بتقول لي انا وزني زيد. هل هقبل في الكلية? طب انا اسنيني مسلا معهوجة شوية. هل هقبل في الكلية? طب انا كنت عامل عملية كان عندي كنسر قبل كده وعمل عملية. هل يأثر على الكلية? والله ما تلقيش من اي حاجة خالص. كل الحاجات دي بسيطة وردت ان هي كلها بتعدي. لدرجة ان في حد ببعتلي كمان. انا نظري مسلا سلب اربعة. هل هقبل في الكلية? طبعا لابس نضارة. هقبل في الكلية. جماعة بقى لاش اسئلة ما لاش اجابات. يعني الاسئلة دي ما بشوفها كده انا هيجي لي جلطة من اللي انا مش عادة فارد اقول لي ايه بصراحة. انا واحد لابس نضارة وفي كلية. في ناس نظرهم يعني حرفيا ممكن يكون ما بيشوفوش خالص من غير نضارة. فالفكرة في اسئلة. انا والله مقدر القلق بتاعتي. في اسئلة ما نفعش تتسئل يعني يعني ايه لابس نضارة مش هخش كلية. نقلي الكلمة مش كده. يا عامة ما تقلقش انت لابس نضارة هتقبل في الكلية. انت وزنك زيت شوية هتقبل في الكلية. انت طولك في بنات بتبعاتل كلنا وطولي مئة وخمسين سنتي يعني هقبل في الكلية انا مش هقبل. ما تقلقيش هتقبلي. ما تلقوش خالص من اي اسئلة بتضير في دماغك. انا والله عارف في الكومنتار دلوقتي هيقول لك انا بعرق شوية. هل هيقبلوني جماعة ما هيفعش بقية كلمة? طيب تمام كشفنا اسنان بنكشف ازاي بيبص بص على اسنانك كده وبيسجل عنده فيه تساوس مسلا او فيه او فيه تقويم او فيه اي حاجة. ما تقلقش حتى لو كان السنانك كلها ركبة فوق بعض او خلق كل اسنانك عامل تقويم وبقى كله متبهدل خالص برضو هتقبل ما تقلقش. بعد كده بتخش على كشف النظر وعشان تكون عارف سواء انت لابس نظارة او من غير نظارة هتكشف نظر. كل الطلاب بيمروا بالمراحل دي كلها. تقعد كعناك عنا دكتور عيون بالزبط بيكون قدامك كده الشاشة حرف سي قولك دايمين ولا داش مال فوق قولها تحت بيكشف كشف نظر عادي جدا. خلصنا كل الكشفات دي كلها بنسحب عيني الدم. عيني الدم دي بيكون محتاجها في حاجتين. كشف سكر او تحليل سكر او تحليل عن فيروس سي. شوف ازا كنت انت ضيابتك او عندك سكر او ما عندكش او نسبة السكر دلوقتي كام. وشوف انك لو لقدر الله عندك فيروس سي او حاجة. وما تقلقش حتى لو ظهر انك لو قدر الله عندك فيروس سي او حاجة فانت بتتعالج على حساب التأمين لان اصلا فيه مبادرات كتير زي ميت مليون صحة او كشف مبكر عن فيروس سي فما تفلش هم حاجة. ان شاء الله مش هيكون عندك دي بتكون نسب بسيطة جدا يعني. كده نكون اتكلمنا عن الكشف الطبي اول حاجات اللي هتتعامل ان شاء الله يوم الكشف بتاعك. تكشف على ايه? بطنة اسنان رمض فيروس سكر. كان فيه حد بعتلي مسجي على انستجرام بيسأل وقلقان جدا بيقول لي انا عمالي العملية اسمها كلفت لب او كلفت بلت اللي هي الشفة الارنبية. هل هقبل في الكلية بيقول لك ما تولقش من حالة خاصة ان شاء الله هتقبل. فخليك لمح كده يعني حد قلق انت عملت عملية. لا اعملش عملية ولا حاجة انا نزيل فل. نجل لسؤال الاهم في فيديو بتاعنا النهاردة. هل ممكن حد يطرفت في الكشف الطبي او يسأل في الكشف الطبي وما يدخلش الكلية? انا اجابك على السؤال ده. بس ارجع كده خمس ست دقيقة ورا في الفيديو بتاعنا النهاردة. انا سبق وتكلمت وقلت ان بنسبة تسعة وتسعين وتسعة من عشر كله بيقبل. هل الواحد من مية الواحد من مليون اللي انا ذكرته ده اللي هو مش في النسبة بتاعتنا. ممكن ما يقبلش او عادي. طيب يا طرى الناس ممكن ما تقبلش على اساس ايه? ممكن الواحد ما يقبلش على اساس انك لقدر الله عندك او في الجسم بتاعك. او لو لقدر الله في نوع من اوال او شهد الاطفال. ما بيقدرش ان هو يواكب الحياة بيها. باختصار كده من زوج الاحتاجات الخاصة. الناس اللي من زوج احتاجات الخاصة سواء او بيكون ان كليات اصلا مخصوص بيهم. فما هتقدرش خالص. ان شاء الله انت كده كده هتقبل في الكشف الطبي وتعدي منه. الناس اللي مش بتقبل دي بتكون واحد في المليون من مليار. لان انت خلاص قبلت في كليتك. فاكيد لو لو قدر انت بقبلتش مش هيودك كليات تانية خلاص انت قبلت فيها وقدمت ورقك فيها. وبرضو بكرر من تاني عشان عارف ان هلاقي في الكومنتات هجوم من الناس بتقول انا عندي مسلا ضفر مكسور. هقبل في الكليات. جماعة انت والله ما تعرفش انا بشوف العجب اقسم بلا في الكومنتات. جماعة ان شاء الله تقبله وبس اسمع الكلام. بس يا باشا اول ما بتنجح في الكشف الطبي انت رسميا طلب جميعي في الكلية بتاعتك. في فيديو مهم جدا ما ينفعش يفوتك. لو انت لسه ما تفررش على فيديو الخاص بالتقديم في الكليات والموعيد المطلوبة والاوراق وكل المستندات. هسف لك في تسكريم شان تحت وفي الاي هنا فوق. لدي نشوف الفيديو ده لانه مهم جدا 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 وهي فرق معاك. بس كده بكده يكون الفيديو بتاعنا النهاردة خلاص. لو انت استفدت الفيديو بتاعنا النهاردة. يا ريت تدعبني بلايك الفيديو ده. واشتراك في القناة عشان وصل لخمسين الفيديو مشترك في قرب وقت. واريت جدا تعملوه في الاستجرام عشان تبع كل اخبار وكل اخبارات فيديوهات. كان معكم اخوكم طبعا زياد الحصري. وشكرا.